بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابناء الطلاب. طلاب مع حصة جديدة من حصة ساينس مع شريف الهواري. كالعادة اولاد زي ما بنحل او زي ما بنخلص كل اختبارات مجموعة من الاختبارات. بننزل فيديو نحلي فيه الاختبارات اللي احنا اه اختبرناها على الفيديو اللي بنزله على القناة على اليوتيوب. طبعا ما شاء الله بشوف ناس اجابتها ممتازة جدا ومدرجاتها النهائية. اه وطبعا في ناس بتستعجل وتبعت الحل بتاعها بمجرد ما بتشوف الفيديو على طول. او حتى بتجري الفيديو ما بتحلش كويس يعني او مش بتتابع كويس. لازم الاول يا ولاد انت عندك الاختبار فرصة واحدة بس للحل. عشان كده لازم ان انا اه طبعا اتأكد ان انا شفت الفيديو كويس جدا مش لازم تحل الاختبار في نفس اليوم. انا بيت اسيبه مفتوح عادي في اي وقت. عشان اللي بيدخل جديد. فانت اتفرج على الفيديو بتاعك مرة واثنين وتلاتة. بس اهم حاجة تحل الاختبار بتاعك. ليه يا ولاد? لان انا بدخل الاقي طبعا الطلاب. اه طبعا فيك طلاب كتير مش بتشارك. والاختبارات بتاعتها كلها فاضية. معناه ان هو دخل شغل مكان بس باسم. لكن مش بيشارك خالص. عكس طبعا بعض الطلاب بتشارك. فيه طبعا الناس بتكلمني كتير على القناة وتبعت لي رسائل ان هي مصر بدينا ايرور. لان طبعا ساعتها الفصل بيكون مكتمل يا ولاد. فالحل طبعا ان انا اكيد الطالب اللي هو مش بيحل. اه مش بيحل خالص لكن لو حل حتى اختبار بسيبه. الطالب اللي مش بيحل خالص انا طبعا باضطر طبعا باضطر طبعا منه جدا ان انا بحزفه من الاختبارات. وبعد كده لو حاب يدخل مرة تانية وناوي ان هو يشد بقى ويزاكر. طبعا بيدخل عادي ما فيش مشكلة لو في مكان. طيب انا يا مصر هعمل ايه? هعمل ايه عشان انضم لحضرتك لو انا حد بتفرج على الفيديو جديد دلوقتي. بكتب على جوجل في السيرش. وبعد كده بيطلع لي طبعا الصفحة دي بس فاضية. فاضية خالص. بعد كده بطقط على كلمة او العلامة دي اللي هي الزائد دي. وبعمل انضمام للصف. اما بعمل انضمام للصف بيقول لي اكتب رمز الفصل. تمام كده? طيب اول ما اكتب رمز الفصل طبعا يا ولاد بيدخلني على الفصل لانا كتبت الرمز بتاعه. يلا بقى ندخل على زي ما احنا متعودين. انا هدخل دلوقتي هلاقي طبعا الشات اللي انا عامله مع المسطر او المسطر كاتب لي بعض التعليمات او بعض الحاجات اللي احنا هفود نحلها. وبعد كده عايز اشوف الوجبات بتاعتي او الاختبارات بتاعتي بادخل على الوجب الدراسي. طبعا هنا في مجموعة الوجبات لحد اخر السنة انا مجهزها لكم. فانا همسك دلوقتي اختبار مجمع على الدرس الاول عشان نتكن بقى الدرس الاول ده. ونخلصه خالص. طبعا يا ولاد اه ده عدد اللي سلمني وده اللي ما سلمنيش. فطبعا بدايق جدا وبزعل جدا نلاقي الناس كتير ما سلمتش الاختبار. وطبعا في مكان مشغول او شغل مكان على الفاضي وهي مش بتشارك. طيب تعالوا ندخل مع بعض النموذج بتاعي هفتح كده. هيفتح لي الامتحان بتاعي. انا دلوقتي كاييني طالب زيكم بالزبط. هكتب اسمي زيك ما هتكتب اسمك بالزبط كده. وبسجل الاسم هو وبعد كده بحاجة. يلا مع بعض عشان اقول اسمائي الناس اللي حالت وجابت درجات كويسة. طبعا انا اقول اسمائي اللي جابوا درجات نهائية. عشان الناس الشطرين بعد كده او الناس التانية تفزي تشطر شوية وتحل. لما اقول لك يا ولاد فور كيلو ميتر ايكوال سبيس ميترز. الاول افكركم الكيلو ميتر دي اللي هي ايه? بتقول لي يا مستر طب اي لنث برافو عليكم حد اكيد دلوقتي بيقول لي يا مستر لان فيه السنتيميتر ده السمول لنث لو انا مسلا بقيس القلم بتاعي. يبقى ده لكن انا باتكلم على مسلا بمسلا طول الشارع بتاعي. يبقى انا هتكلم عن كيلو ميتر. طب يا مستر الفور كيلو ميتر ايكوال هاو ميني ميترز طبعا اكيد ايكوال فور ساوزان ميترز. لي يا مستر? لان الوان كيلو ميتر يا ولاد ايكوال وان ساوزان ميتر. كويس او. يالا نشوف السؤال التالي. بيقول لك طبعا احنا شفنا الفيديو اكيد. وعرفنا ان انا عشان اقيس الفوليوم بتاع يعني جسم غير منتظم حجر مسلا يا ولاد انا شفته في الشارع. لقيته في الشارع. عايز اجيب الفوليوم بتاعه. عايز اعرف المستر البادي دوت هيشغلي مكان قد ايه? هل هو كبير ولا صغير? عشان ايه هستخدم ايه يا ولاد? طول يا مستر احنا قلنا انا بستخدم حاجة اسمها سيلندر. او ليه اسمين? فطبعا اخطار لاني ما ينفعش هستخدم طبعا الرولر. لان يا مستر دي لو كان انا هقدر احط المستر على مثلا على مكعب. لكن هقدر احط المستر على على حجر لقيته في الشارع? لا يا مستر ده يعني كلمة برافو عليكو اكيد قلتوا انه غير منتظم. فانا هستخدم او الميجرينج سلندر. طب اللي هي لا يا مستر? لان يا ولد ده صح ولا? عشان بتاعتك تقول لك الاماونت او ماتر اللي هي الماس استخدم لها تعالوا نشوف سؤال كمان. هنا بيقول انا لقيت كتعة من الحديد يا ولاد. وحطتها في ميجرينج سلندر او جراديويتد سلندر اللي هو المخبار المدرك ده. يعني يا ولاد كده خليكم معي. انا عندي مثلا اهو جراديويتد سلندر كده يا مستر اهو. وليه ارقام بتاعته مسلا تين توينتي تيرتي فورتي تمام? والووتر فيه لحد كام? او مسلا خليه بقى زي ما هو كاتب مسلا هو هاندرد كيوبيك سنتيميتر. اه مسلا تو هاندرد. ثري هاندرد. تمام? فور هاندرد. فهو قال لك الفوليوم بتاع الووتر فيه يا مستر لحد كام? لحد ثري هاندرد. كويس قوي. وبعدين قال لك اللي انت حطيت. خليكم معي كاي سانية. ههو نشوف السؤال بتاعنا. قال لك اللي انت حطيت طبعا دي. المية طبعا يا مستر عيلية لفوق. تمام? وصلت لكام? فور هاندرد ففتي كيوبيك سنتيميتر. صور دفوليوم اف ايرون. يا ترى الفوليوم بتاع الايرون كام? تعالوا نرجع تاني كده. انا لما حطيتها يا مستر الفوليوم الجديد بتاع الووتر وصل لحد هنا. اللي هو كام هنا? فور هاندرد ففتي. طيب. يبقى عندي ده الفي تو يا ولاد. الفي تو يعني ايه? يعني الفوليوم الجديد. اللي هو المية مع مين? مع البيس اف ايرون. مع الايرون الحديد. بكام فور هاندرد ففتي. لو انا عايز اجيب الفوليوم هقول في تو ماينس في وان. يعني اللي هو الفوليوم الجديد مينس الفوليوم القديم. طيب الفوليوم القديم كان كام? كان يا مستر ثري هاندرد. المية بس كانت ثري هاندرد. لكن الووتر بلاس ايرون فور هاندرد ففتي هيطلع فيها وان هامدرد ففتي كيوبيك سنتيميتر. انا كده جبت الفوليوم بتاع البيس اف ايرون. يبقى خدها القاعدة بقى يا ولاد. ان الاولاد اللي بتتلخبط في الجزئية دي. دايما تشوف المية كتفين الاول. يبقى دي سميها في وان. بعد كده شوف المية وسطت لفين. يبقى دي هتسميها ايه يا ولاد? هتسميها في تو. في تو. عندك كده في وان وعندك في تو. تمام? نغيروك بس القلم ده. يبقى معنى كده هقولي يا مستر هقول كده ان الفوليوم بتاعي يا مستر. يطلع فيها وان هاندرد ففتي. يلا نرجع بقى ونشوف الايه? الاختيارات بتاعتنا. هاختار ساعتها وان هاندرد ففتي كيوبيك سنتيميتر. يلا نشوف سؤال كمان. The measuring unit of small mass. يا ولاد او الميجرينج يونيت بتاعتها ايه? هل طن? لا يا مستر الطن دي لو قار لو ترين. هل كيلو جرام? لا يا مستر الكيلو جرام ده لو انا باجيب مسلا توميتو بوتيتو صح? باجيب او فروت. طب هال آه يا مستر بقى. هنا سمول ماسز. the measuring unit of small ماسز. لما تيجي تروح تشتري مسلا جولد الماما. دهب. تمام? او سيلفر. انت ما بتيجي تشتريهم هل الراجل بيوزنهم لك بكيلو جرام? لا طبعا. بيوزن بيوزنهم يا ولاد بالسنستيف بالانس لو تفتكروا. تمام كده? اللي هي السمول ماسز ميجرد باي سنستيف بالانس دي التول. لكن اليونيت ركز بقى في كلمة اليونيت اليونيت يبقى تقول جرام ولا كيلو جرام ولا طن. فلما يجي يقول لك سمول ماسز ركز او في الكلمة هتقول له جرام. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده. اكيد انتو حافظتم ده خلاص. هتقول يا مستر. طب نكمل. اني thing that has mass and volume. طبعا يا مستر. الديفنيشن ده كان اول ديفنيشن خدناه في المنهج. اني thing that has mass and volume طبعا دي الماتر. ده الديفنيشن بتاعه. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني. find the volume of regular body. اه هنا ركز بقى. هنا يا مستر مش irregular body. هنا مش هستخدم الجرادويتد سلندر مش هستخدم الميجرينج سلندر. هستخدم مين ده يا مستر ده جسم منتظم. يعني لي لينث وليه ويتس وليه هايت. يبقى ده ريجرر بادي. it's length equal four centimeter and it's height three او الويتس three والهايتو. طبعا احنا ماخدين نقول يا ولاد بتقول ايه? بتقول اني لو عايز اجيب الفوليوم for regular body هقول اللينث times الويتس times الهايت. من اللينث يا يا مستر? اللي هو الطول بتاعي حاجة. طب مين الويتس اللي هو العرض بتاعها? طب مين الهايت اللي هو الارتفاع بتاعها ده يا ولاد. عندك اللينث والويتس والهايت. تمام كده? اعملوا multiply. تعالوا نفتكرة الارقام كده مع بعض. الارقام بتاعتي يا مستر four three two. هاروح رايح كده. اقول له four times three times two. هيطلع فيها طبعا تونتي four cubic centimeter. طبعا كيوبك سنتيميتر is the measuring unit of volume. هاختار كده تونتي فور. يلا نروح بال الاختيارات بتاعتنا. اهي يا مستر تونتي فور. تعالوا نشوف السؤال كمان. كمل طبعا كان اختبارك مجمع على الدرس كامل على فيديوهين يا ولاد. ويوز سبيس بالانس تو ميجر the mass of small masses. اه لسه ايلكو حالا لو انت هتقيس سمول ماسوز يبا انت هتستخدم من السنستيف بالانس بروف عليكو. سنستيف بالانس. سنستيف بالانس. طيب. it is a space is occupied by an object. مين ال space occupied by an object يا ولاد طبعا الفاليو. دي فينشها مهمة جدا. طبعا three thousand meters equal space kilometer هنا عكاستي بق. انا ما انا اقول انا مسلا مشيت بالكارب بتاعت بابا three thousand meters. مهل يعني one kilometer طب لو هما يعني three kilometer. ثري كيلوميتر. طبعا خلصت امتحاني يا ولاد لازم راجع عليه ابص بصة كده عليه. جاوبت كله جاوبت كله صح. اروح رايح هنا واعمل كده كلمة ارسال للمستر. اول ما اضغط كده طبعا بيتبعت لي انا دلوقتي اقول لك اتما تسجيل ردك. عايز تعرف نتيجتك. ما تقفلش تقول لي يا مستر اما شدركتي هتعمل عرض النتيجة. هتلاقي نفسك جيبت عشرين من عشرين في الامتحان بتاعك مكتوبة فوق يا ولادين. تمام? طبعا بتوصل لي الرسالة وانا بفتحها وبعرف كل واحد فيك وجاب كم. تعالوا بقى نشوف الشاطرين. الشاطرين كده اللي هما جاوبوا على الامتحان ده. ونعرف اسمائهم ايه? يلا خليكم معي كده. تمام? نفتحه مرة تانية. هنفتح بقى كده عشان انا قدر افتح انا لكن انتم لقى. واشوف الردود كده. واشوف الناس الشاطرة. طبعا في الاربع فصول عندي تلتمائة وخمستاشر طالب رده. بس تلتمائة وخمستاشر من كان بقى يا ولاد من حوالي الف طالب. فطبعا عدد قليل جدا حوالي تلت الطلاب. فين فيه تلتين لسه ما جايبش. طبعا الناس بقى اللي جايبت درجات كويسة. نجيب كده. نعرف درجاتهم ونقول اسمائهم الجميلة طبعا. ربنا يحفظهم. في مثلا عندنا حمزة. هنا جايب يا رب تكون عرفتها اغلاطاتك يا حمزة. في اه زياد. برفع عليك يا زياد. تمام? زياد محمد مرسي. فيه طبعا اه اريج. طبعا يا ريج يا رب تكون عرفتنا اخطائنا. طبعا انا عايز بس اجري شوي عشان طبعا الوقت. تعال فيديو. فيه طبعا سارة لا يا سارة ما شفتش الفيديو كويس كده. فيه طبعا تالين خالد. برافو عليك يا تالين. فيه محمد. هاني. ايتين. فيه سليفة. توينتي. فيه يحيا. فورتين. لا اكيد عرفنا اخطائنا يحيا. فيه يسين ابراهيم توينتي. فيه مصطفى محمود. اه توينتي. فيه كريم طارق توينتي. برافو عليكو طبعا الناس الشطرة بقى. فيه محمد مصطفى توينتي. فيه مارينة. اه مارينة توينتي. فيه حازم ابراهيم توينتي. طبعا يا ولاد. فيه ميرنا وهدان توينتي. الناس الشطرة. فيه روان. اكيد يا روان عرفت اخطائك. فورتين. فيه ادم توينتي. فيه عمر توينتي. تمام? احمد رامي توينتي. طبعا دول جابين فيه فيه حسن. فيه هانا. هانا حسن. ده كاتبه الايميل. توينتي. وهكذا ولاد. طبعا دي درجاتكم انا بس عشان الوقت. هنشوف كده. دي الناس طبعا اللي جابت معي كلها. اه يا رب ان تكون بقى انا انا حاولوا بعض الاسماء يعني معلش بتزالوش منه عشان الوقت بتاع الحصة. اه ده احنا كده حلينا اسئلة على. ادي كده اسئلة على اسئلة على لسن وان. تعال اولاد مع بعض بقى ان تشوف الكويز ده او على او الاختبار على يونت وان او على سوري لسن وان اه يونت وان اول حاجة مطر is everything that has طبعا اكيد يا مستر المطر. everything that has a mass and volume. راح انا كاتب هنا mass and volume. طبعا كده. number two the amount of matter in body is. مين the amount of matter in a body? هتقول يا مستر دي اكيد definition بتاع مين? الماس. meter is the unit of measuring. الميتر يا مستر. اكيد اليونت بتاعت مين? length. while kilogram is the unit of measuring. طبعا كيلو جرام اكيد طبعا الماس. اوزرني بقى عشان الخط شوية. طيب اذا mass of fruits is measured by the mass of fruits يا ولاد. لو انا بوزن فكهة او بوزن مسلا vegetables. اكيد هستخدم مين? هستخدم يا مستر? balance. while the volume of a stone is measured by the volume بتاع حجر يا ولاد. هستخدم ايه? هستخدم ايه? هستخدم طبعا ايه? cylinder. ده طبعا اللي هنائز بي مين? cylinder. اللي هنائز بي اللي هو ده كده اسئلة ممكن بتوقف وتنقلها. تعالوا نشوف اسئلة مع بعض. the amount of matter in an object. طبعا دي كده اكيد حفظتها دلوقتي اللي هي مين? الماس. اتول يوزد فور ميجرينج ليكويد فوليوم. ليكويد فوليوم يا مستر اللي هي الجراديويتد سلندر او ممكن وان عليه الميجرينج قدني بنوعه في الاسماء. ميجرينج. سلندر. تمام كده? ايونيت اف ميجرينج سمول ماسز سمول ماسز بلس خلي بالك يونيت مش طول. اليونيت يا مستر يبقى جرام. سبيسو كوبايد باي بادي سبيسو كوبايد باي بادي طبعا اللي هي الفوليوم. اديفايس اف ميجرينج سمول ماس. اس جولد من الديفايز اللي هيقيس يا ولادي سمول ماسز. سمول ماسز يا مستر يا بس سنستيب. سنستيب بالانس. اللي هو الجهاز. سعيني الحرف الاي سوري بالانس. اتول يوز فور ميجرينج سمول لينث. مين التول اللي نستخدم عشان نقيس الاطوال الصغيرة. اكيد الناس دولة قلت يا مستر الرولر طبعا المصدر. السؤال اللي بعد كده. جيف ريزون. اجلا زا ماتر لي الجلاس يا ولادي اعتبر ماتر. هتولي يا مستر بيكوز ايت هاز ماس هتولي الديفينيشن عادي خالص. ماس اند فوليوم. لان يا مستر ليه ماس وليه اي كمان فوليوم. يلا نكمل. نمسح. ممكن برضه توقف الفيديو وتشوف الاجابة بتاعتك وتنقلها براحتك. نشوف كده البروبلمز دول. الديو دي. مقول لك ازي ما اقول لكم يا ولادي لازم انا ارسمها كده بيني وبين نفسي. هرسم كده السلندر اهو. والفوليوم بتاع الووتر كان 100. افتر ادينج ستون. the volume becomes 120. حطيت الحجر ده. الفوليوم بقى 120. اولا تلع لحد هنا المية طبعا تلع تلفوه شوية. بقت 120. مين ده في تو ومين اللي تحت اللي هي بالله زرق دي في وان. طيب هي بقول لك هي بقى ستون. هقول له يا مستر ان الفوليوم ايكول. في تو ماينس في وان. اللي هو الفوليوم عند ستون كام 120. مينس الووتر بس اللي هي 100. يطلع لي فيها طبعا تونتي سنتيميتر. انا كده اجبت يا مستر الفوليوم بتاع الستون الحجر اللي هو رمينا في الماء. البروبلم من تاني يا ولاد بقول لك فايند ذا فوليوم افا بريك بريك اللي هو مين يا ولاد البريك اللي هو القلب الطوب. طوب اللي احمر اللي انتم عارفينه ده. مفوض سنتيميتر زماليش اوي ماشي اوكي الارقام بس مش منطقة شوية. فور ميترز والويت بتاعه ميتر والهاي تو ميتر. طبعا انا عايز اجي بس ارقام ممكن قلب طوب كبير مسلا ماشي. يلا نقول بقى كده الفوليوم تقول يا مستر احنا عارفين ان في حالة لما يكون الريجلور بادي الويتس او اللي انت حافظينه احسن. اللي انت تايمز الويتس تايمز الهايت. اللي انت بكام ادي الفوليوم اللي انت قال لك فور والويتس بتاعه والهايت ايكوال تو. هيطلع فيها ايت كيوبيكس او هنا بقى كيوبيك ميتر. لان اليونت بتاعتي ميتر يا ولاد. خلي بالكم. يبقى كيوبيك ميتر. ادي كويز يا ولاد على اه يا رب يكون كده فيمناه تماما. ما تكونش في حاجة صعبة. اه اي حاجة عايزها اكتب لي في تعليقات اه رأيك فيها. او اكتب لي سؤالك في التعليقات وان شاء الله لما نعمل حصة هنبتدي ان احنا نناقش كل الاسئلة اللي انتو مش عارفينها. اه طبعا وزن الاولاد اللي ما قولتش اسمائهم لان طبعا تلتميت تقريبا طالب. فصابق جدا ان احنا نقلهم في فيديو في وقت طبعا ولايك. اه بالتوفيليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.